أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل خلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات الجهود المبذولة للتوسع في برامج بناء القدرات الرقمية لكافة فئة المجتمع في مختلف المراحل العمرية وفي جميع أنحاء الجمهورية وفقاً لعدة مستويات بدءاً من نشر الوعي بالمهارات الرقمية الأساسية وحتى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة وذلك بهدف إعداد كوادر في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة وتمكين الشباب من المنافسة في سوق العمل